السلام عليكم ورحبا بكم في قناة سلودي زاد ان شاء الله سوف نكون كامل بخير وعلى خير ومهنيين اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو تشوفوا حوالي يشتع العيد ونجاوب على المشتركة اللي قتلي كيف نتعامله مع الطفل المراهق ولا في قرايته ولا في كي يكون انسان عنيد اه الى عجبتكم هذا الفيديو لحقوا هذه الاكبر عدد من اللجام باش تتبارت عجب بزاف ويشوفوا هنس واحد اخرين بسم الله نحن بش نعرفوا هاد المراهقة وشنوه هي من 12 سنة حتى الى 18 سنة ونحن في وقتنا رأيه قل من 12 سنة بدأت وتفوت 18 سنة قاع مراهقة والمراهقة هي اسعب فطرة يجوز بها الانسان علاش مينقاش روحه نيه مع الطفولة نيه مع الشباب وكل حاجة في حياته تتبدل جوغيسة وتغيرات هيرمونية جسدية كل حاجة عليها تتبدل وكي يكون عنيد هاد الصفة هي صفة فطرة من الانسان يعني من عند ربي سبحانه تلقى يطفل صغير وعاني تلقى يطفل صغير وعاني تلقى يطفل عامل وعاني هذه ليس مشكلة هذه رهي في الطبيعة من المشكلة احنا كيفاش نتعامله مع هاد الانسان مع المراهق كي يكون هكذاك ولا كيفاش تتعامله معاه بون الاول حاجة انا ننصح بها للامة هاد هي متحشميهش متحشميش وليدك مالقغي يشوفه يكون غالط مدار حاجة كبيرة ولا متحشميهش بس كي تحشميه ركي تعقديه يغم امطن هو حتى النظره وفيك انتية موش حيشوفه قدوه ولا حيفرح بك وكونت خار حيولي يتعامل معك بسلبيه الحاجة العيانة بزاف انك تحشميه والحاجة الدوزيان كي يكون المراهق هادا غلط الاشته غلط وكي تسمعتي به ولا دركش عفسه ولا ولا فلاكول اي طولك ولا اي حاجة اوجاب ما تهدريش معه هو جيعا خليه ياكل بس كي لفات تهدري معه ديجا هو يكون تغيرات هيرمونيه يصروا في الكوردياله لانه كان واحد العلاقة بين الجوع والتهيج كي ما احنا ديجا عندنا مثل عامي وش نقوله نقوله كيت شباع الكرش تقول للراس غني تسمى خلي كي يكون مستوى السكر في الدم كي ما نقوله احنا يا مستقر اهدري معاه خليه خلي حتى يفطر قال فالا اهدري معاه وشوفي كي تكون حاجة عيانة ولا ما كلا هادك تتهيجي وتزيدي تعيطي وقع بس كي ما كيش هتحلل الامر ديالك ما كيش هتحلل المشكلتاكم وميلا هادك الحاجة سمعتها ولا جاوبك جواب عيان ولا اتنفسي اتنهدي احسبي حتى العشرة سي الفوش تيروك ما تكلمينتيش احسبي بلوس كي عشرة وماشي مشكل اوم بعدها خممي اوم ام طنتي قاعد يقولي الله ينالك يا بليس استغفري وش ندير وش نجاوب وش نواسي بس كيسينو الى انتي تهيجتي راح يزيد يتأزم المشكل حيزيد يتأزم ووش قانا لازم لازم تحاوري معاه متشكي مع الحوار كسو سوى مع المراهق ولا مع الطفل ولا مع في العلاقات الزوجية ولا في علاقاتك مع الناس ولا الحوار بزاف مهم بزاف مهم فوق ما تقدريني يعني تلمون الحوار بزاف مهم اعطوا وقتكم نقعدو كيف كيف نحط عيني في عينو واني نشوفو ما نلتهاش نسمعو كي يكون يهدر ما تقاطعه خليه يهدر يفرق عوش عندو انتي مديلو امتيلا راكي تشوفه كيفش هو يخمم ولا تجبديلو ديز اكزمبل ولا قوليلو عندي مشكل هكاية بديت حكيلو ومتاقاتو نافيو شنو هو الحل منها راكي تشوفه كيفش هو يخمم منها كيفش لياجي اسكي عندو درجة الوعي ولا لا لا لازم يكون هو الطفل المراهقين حيتعلم المسئولية منين حيتعلمها من الآباء سي اوتوماتيكمان انتو ما إلا شافكم مشي مسئولين كيفش تحبوه يكون مسئول انتو معاروحكم قال فالله شاركو هديك الاسرة حسوه باللي راهو رضو مهم فيها لكن كان كاش مشكل قال فالله وليدي ولا بنتي اروح يتشوفي هكا هكا وش رايق زعمه وش نديرو خليه يحس روحو حاجة يحس روحو بليه وكبير وراك وتعتمدو عليه وشجعوه شوفوا حاجة بزاف مهمة انكم تشجعوه كسوسوا في قريته ولا في حياته ولا في اي حاجة يديرها ولا الرياضة ولا سبوخ شوفوا المراهقة لازم لازم ولادكم تخلوهم يديرو اي نوع من سبوخ باسكو الفيد واعر شوفوا الفراغ بزاف واعر الانسان الى كان عنده فراغ في حياته تلقاوا الشيطان الله ينعلو يخزيه يبدأ يجي يوسوس 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 وم بعدها نلقاوها بعيد الشرف العيسيان وش راه يدير مع الوقت اللي يرانا فيه ما يصطرش تسمى ما لازمش تخلو له خليه يدير سبوخ خليه يقرأ او مانطون قولكم حاجة كما قال رسول العساة والسلام علموا ابناءكم تسمى على الصلاة في سبع وضربوهم في عشر لازم كي يقفل سبع سنين بدأوا تعلموهم يصلوا سواء الطفلة ولا الطفل عشر سنين شوف يقالكم تضربوا تسمى الصلاة خلاص صلاة حاجة ما تناقشوش فيها الصلاة حاجة بزيف مهمة ومشي تعزع ما هاداك تفلقوا له ايا روح تودى وصلي يعني تلقى يقدر عندهم تلقى روح تودى تلقى روح تشمخ شوية شعره شوية يديه وهو ما تودى موالو لازم ترافقاه تونساه قال فوالا بنتي ولا وليدي اين روحوا نتودى وكيف كيف ومن دورك وتهدروا ومبعدها ايا روحوا نصلوا كيف كيف وانا كان ولد والله يبارك وبلغ ولا طويل وعريد قال فوالا وليدي صلي بيا اليوم حسيه بلي خلاص جور كبر عندك حاجة مهم هو الصح في حياتك قد ما تحسوهم بلي هما حاجة مهمة في حياتكم حتلقاوا منهم نتائج مليحة نتائج ايجابية مانكوش حتندموا عليهم باليطاق اباك التربية بزاف صعيبة ولازم لها بزاف العقل لازم لها بزاف الصبر ولازم وقتكم قاعدت مدوهم لأولادكم كما قلت لكم صلاة بزاف حاجة مهمة كما قلوا علموا أولادكم القرآن وخلي القرآن يعلموا كلش يعني الإنسان كي يبدأ عنده أسس في حياته ولي باس دياله متكون مليح متخافيش عليه بلوطاق باسكو حيخاف ربي اينا خاف كنتي وخاف الأب اوتوماتيكو على بل وراكم في الدار ايا اوكي نخرج بران غلط دايما نحسوه باللي كان ينربي الخوف منه هو ماشي منكو منتوما كما قاعدت ولي ما تخافيش عليه او مانطو مش لازم تاني لازم تحترمي الخصوصية دياله او مانطو تأساه قال ماشي نروح تجيغاكو مور نشوف تليفونك مور نشوف فيسبوكك لا لا منها اني نراقبه عن بعد ومنها نحترم الخصوصيته بس كي اي انسان سيخطو المراهق يحس روحوا بالخلاص عنده خصوصية في حياته مالك غينتوما الوالدين بس صح عنده خصوصية لازم تحترميها او مانطو راقبه لازم تشوفي الاصحاب وشكون معه منه ويدور كيف شراه يصير دياله لازم تأساه او مانطو لازم تزيف تدعمه ولازم تشوفي يعني صحابوت بعده الماكسيموم على رفقة السوق بس كي الصاحب ساحب يسحبه وإلى كان يروح معه تعالجامع يدهول الجامع وإلى كان يدور معه تعالجامع بعيد الشرط لقايها راح يرايح في هذا الطريق لازم الماكسيموم تدعمه ولادكم ما كيش كي ما تدعم يخرج حاجة مليح وعلى القرايا القرايا لازم من صغر تقول له لازم يكون عندك بيوت في حياتك وش راك حاب تخرج اخدم عليه انا نشجعك انا نكون معك نوقف معك لازم نفرح بك نحب وليدي يخرج لي حاجة جامي تكمباريه مع ناس واحد اخرين تقول له فلان خير منك فلان هدا ولا تعيريه تقول له انت جايح الاخر شاطر لا لا هاد الهدرا راك تحطميه ماركيش تبنيه هو راو في مرحلة بش يبني شخصية انتي راكيش تحطميه لازم انتي لي تشكره وانتي لي تدعمه من هاد الناحية وما نطوم شو نقول لكم خياتي ان شاء الله هتكون فتكم في هاد الفيديو نقول لكم هلا فارحكم بزاف يعني الوقت تاع الفيديو خلاص ماقدرش وش نزيد نهدر نقول لكم خياتي نحبكم بزاف وإلى عجبتكم الفيديو ديرو جامب بارتاجيوها وابوني وفلاشوها